لا تتوقف الانتهاكات الصينية لحقوق المسلمين في أقليم تركستان الشرقية أو شينج يانج كما تسميه السلطات الصينية أكثر من مليون شخص من مسلم الإيغور محتجزون قصرا في معسكرات اعتقال صينية كبرى يخضعون فيها لمحاولات تغيير هويتهم الدينية والقومية ضمن سياق سعي الحكومة الصينية لإضعاف وتفكيك الهوية الدينية والثقافية للإيغور تدريجية لتصبح مشابهة لثقافة وهوية مجتمع الهان الذي يعد العرق الأكبر والمسيطر داخل الصين ولكي لا تتعارض مع الأيدولوجية الشيوعية الرسمية داخل الدولة الصينية وعلى الرغم من ذلك الواقع الذي وصل إلى حد إجراء عمليات تعقيم للنساء المسلمات بهدف تقليل أعداد المسلمين في الإقليم فإن حكومة بكين عادة ما تنفي تلك الاتهامات وتدعي أن سياساتها ضرورية للقضاء على من تصفهم بالانفصاليين والمتطرفين الدينيين الذين خططوا لهجمات وأثار التوتر بين الأغلبية المسلمة من الإيغور ادعاءات صينية لم تلقصدا لدى المجتمع الدولي فقد أعلنت وزارة التجارة الأمريكية فرض عقوبات على 34 شركة وكيانا صينية على خلفية ارتباطها بالجيش الصيني وسياسات بكين تجاه أقلية الإيغور المسلمة إجراء سبقه إجراء مماثل من جانب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا قبل أشهر قليلة حين أعلن عن عقوبات ضد عدد من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في الصين بسبب تورطهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان غير أن الدور الأكبر الذي ينتظر بشأن قضية مسلم الإيغور بحسب محللين هو دور الدول الإسلامية التي تعد سوكا رائجة للمنتجات الصينية ما يعطيها القدرة على ممارسة الضغوط الاقتصادية ضد الحكومة الصينية لثنيها عن الاستمرار في اضطهاد المسلمين في تركستان الشرقية إلا أن أكثر حكومات الدول الإسلامية يبدو وكأنها اختارت مصالحها الاقتصادية مع بكين ولو كان الثمن التنكيل بشعب مسلم مثل مسلم الإيغور في تركستان الشرقية